السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم. معكم مشاهدي عبدو مرة تانية مع تغطية فنية لتحركات الدولار الامريكي مقابل الليرة التركية. اه اللي حاصل على رأس البياني بشكل عام هو عبارة عن هبوط قوي جدا لليرة التركية مقابل الدولار الامريكي. عايزين نحدد مستويات نفهم منها ايه اللي بيحصل في السوق. المستويات الفنية اللي قدامنا انه بتقول انه هو كان عندنا المقاومة القوية دي. تمام? اللي هي كانت عند التمانية فاصل تهاتة وتسعين التمانية فاصل تسعة وسبعين تقريبا. منطقة دي كده يعني. ايه اللي حصل? اللي حصل انه هو اخترق المستوى ده. وبعدها راجع عمل اختبار صغير وبعدها طلع لفوق. وبعدها عمل اختبار تاني للمنطقة اللي هي كسرها. ده هي تعاني تقريبا مستويات التسعة تلاتين. وبعدها طلع وبقوة. طيب ايه اللي احنا ممكن نشوف في الوقتي? الهبوط ده ممكن يكون عبارة عن برضو هبوط لنفس السبب وبعدها يرجع يصعد تاني. بس احنا مش هنقدر نقول ان في اي صعود قوي ممكن يحصل لفترة الجاية لحد اما يتعدى التسعة خمسة وتمانين. ده بشكل مبدالي. يتعدى التسعة خمسة وتمانين ده ممكن يوصل للعشرة وممكن يوصل للاتناشر كمان بشكل سهل جدا يعني. اللي عندنا برضو ان في ترند آآ صاعد قوي. ترند صاعد قوي زي ما احنا شايفينه قدامنا. ومتفرع كمان ده في منه تفرعات كمان. وحتى كان فيه هنا زي وتد كده اللي هو كان بيقول لك ممكن ينزل يعني بقول لك ممكن ينزل بس هو حتى كسره من فوق وبدأ فيه الصعودة بقوة. فاذا بشكل ما ابدأي. آآ ممكن الليرة انها تكمل آآ غبطها. يعني الدولار يصعد يكمل صعود قصاد الليرة. آآ بشرط انه هو يتعدى التسعة خمسة وتمانين. وقتها مستهدفاتك العشرة الحداشر ومستوى اتناشر ان شاء الله. بس بشرطة زي ما قلت مرة تانية واناكد عن نوطة ديت كسر التسعة خمسة وتمانين. بس ده سريعا كده تحليل اللي بيحصل على الدولار مقابل الليرة. اتمنى يكون التحليل واضح وشكرا على المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة